أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً أشارت فيه إلى الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ لموقع الحادث وقد كلف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكك الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسك الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث كما أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتشكيل فريق تحقيق لمباشرة إجراءات التحقيق في الواقع وتحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عين منه للوقوف على مدى تعاطي المواد المخدرة